موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج ملف الأسبوع برنامج تتابعونه أمسية كل جمعة من قناة نوميديا تيفي ملف هذا الأسبوع خصصناه للحديث عن الفلاحة الصناعية وإمكانية إنقاذها للاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة صعبة جراء انخفاض أسعار البترول فهل ستكون الصناع الفلاحية الحل السحري لتفادي الأزمة الاقتصادية للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في عدد اليوم الخابير الفلاحي الحاج جعل لأهلا بك سيدي معنا شكرا بركة الله فيك كما يشاركنا في مناقشة هذا الملف الزميل الصحفي هشام بن عدى أهلا بك هشام أهلا بك شريف زميلي الوزير الأول عبد المالك سلال ركز خلال لقائه مع الفلاحين بعين الدفلة تزامنا مع الذكرى الواحدة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على المنعرج الاقتصادي الصعب إضافة إلى تذكيره بحتمية الرهان على قطاع الفلاحة لأجل بناء اقتصاد بديل خارج المحروقات نشاهد التقارير التالي لزميلة كريمة بن عسى إحيا ونعود الوزير الأول عبد المالك سلال وعلى هامش إحياء الذكرى الواحد والأربعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين أبرز أن الجزائر تراهن على تحقيق انطلاقة نحو اقتصاد بديل عرض مقاربة الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي عسرانة صناعات الفلاحية ودخولها السوق الأجنبية في ظل توفر الإمكانيات اللازمة أهم القرارات التي وجهها سلال مهني القطاع هذا وأكد سلال أن الحل الاقتصادي هو بين أيدي الفلاحين والمستثمرين الكبار في المجال الفلاحي ولن يتحقق ذلك إلا من خلال خدمة الأرض الوزير الأول عرّج أيضا إلى الحديث عن قانون المالية لسنة 2016 الذي اعتبره بالمهم في الوقت الراهن أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أستاذ جعلالي في البداية أين يمكن تصنيف قطاع الفلاح في الجزائر سواء التصنيف الرسمي أو هل لك أن تمدنا بمقارنة بسيطة عن التصنيف الرسمي والواقع الفعلي لقطاع الفلاح في الجزائر شكرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نحيي كل مشاهدي القناة نوميديا نيوز القطاع الفلاحي في الجزائر هو العصب الحقيقي للإقتصاد الوطني لماذا؟ لأن أي اقتصاد في أي دولة الاقتصاد التحق لما كان مبني عن طريق الإنتاج الفلاحي الداخلي يعني ليس المستورد الداخلي يعني هذا الاقتصاد يعني عنده ما صير غامض إلا في حالة وحدة وهو عندما يكون عندك إنتاج إنتاعك وعلى الأقل عندك أغلب الإحتياجات الوطنية اللي يستحقها الشعب إنتاعك في السوق الداخلية تكون تنتجها باش نكونوا واقعيين ونكونوا منصفين يعني الناس عندما تتكلم عن الإنتاج الوطني وإحنا يرى ندافع على الإنتاج الوطني بكل ما أتنا من قوة يعني ونتكلموا كين حوارات ونقاشات أخرى على الاستيراد أولا باش نكونوا واقعيين وما نغلطوا الناس وما نغلطوا نفسنا الاستيراد في حد ذاته مو شعيب لأنه كل الدول الكبرى كل الدول اللي يرى جدوا متطفئ أمريكا ولا فرنسا ولا جابان ولا روسيا ولا إنجليترا أي دولة اللي وصلت للدرجة كبيرة من التطور في القطع الفلاحي هي تستورد بعض المنتوجات الفلاحية ولكن الفرق أنه هذه الدول واش تدير يعني تستورد الشي المنتوج اللي ماهوش موجود عندها لأنه لا معقول الدولة وهذا هو الحق انتعنا يعني الحال انتعنا الشي اللي ننطلبه فيه احنا اليوم أننا يعني الشعب الدولة من مسؤوليتها ضامان الحاجيات الأساسية انتعى الشعب ولكن احنا المطالب انتعنا كين واجبت علينا احنا كفر اللحين كقطاع وعندنا حقوق نطالبهم الواجبات انتعناه أننا نديروا النهضة في القطاع ونوفروا كل المنتوجات اللي قابلة للإنتاج في الجزائر وفي نفس الوقت من حقنا نطلبه من الدولة تعنا نديرنا الحماية للمنتوج الوطني ليس بباسي احنا عندما نتكلم لبعض المنتوجات اللي راهي اليوم ممكن تسكنت يعني في المرحلة الأخيرة ما عايش استيرادتها هذه المنتوجات ولكن عندما كنا في بحبوحة مالية مثلا كاين منتوجات تستورد على حساب منتوجات محلية وهذه كلام اللي نقول فيها اليوم ما تكلمتوش اليوم هنا يا عندكم في النومي دي اتكلمتو في عدة قنوات وفي عدة منابر قلت غير معقول أنا فلاحه من حقي أنني ندافع لهذه الفلاحين هذا الفلاح اللي مثلا يدير الحوامض في بليدة ولا في تيبازة ولا في عنابة ولا في المحمدية يعني المناطق ولا في شلف ولا في عين دفلا يعني هذوم المناطق الجزائرية كبرتها انتج الحوامض الناس را يدير استثمارات كبرى وباش تدير الحوامض ثمانة سنين وانتهي تتعبع لها العام الثامن ولا التسع باش تبدأ ترطيك الغلة أنا نقول من نوجها الاقتصادية حفاظا على المداخل في اللحين وحفاظا على العملة الصعبة على الجزيرة عيب وعار كي نبدأ في الحملة تاعة الجني نصيب إنسان من خاوتنا يروح يدير الاستيراد من تلك المادة بالحديث عن قضية الاستيراد وتحقيق الاكتفاء وما إلى ذلك هل حقق قطاع الفلاحة في الجزائر قفزة على الأقل منذ 2010 إلى يومي لا خليني نكمل كثير هذه ونروح لك للسؤال انتعك أنا كنتكلم على أصحاب الحوامض نتكلم على أصحاب العنب نتكلم على أصحاب الطماطم الصناعية لأنه أنا واش راني نقوله راني نقول إلا كان نقص ومكاش منتوج من مهام الدولة ضمان الغذاء للشعب انتعها ولكن أنا كن كن في الحملة تعلجني أي مادة سواء طماطم صناعية سواء الحوامض سواء العنب في الوقت التعوي سواء كن الفواكه مختلف الفواكه لأنه الفواكه عندنا في البلاد انتعنا يعني سيدي فروي سيزونيار يعني كل موسم بالموسم انتعوي اليوم راني في وقت الحوامض ذركعة أنا نقول لك الفلاح موش قابل وراهم مغبون نهار اللي تعب عام كامل اللي على تشين انتعو وإلا عنده ثمان سنين راي يجري على الغلة انتعو باش وجدت شينة اليوم كن وجدها للسوق أنا نقول باللي ماهوش في مصلحة الفلاح وموش من مصلحة الجزائر في هذا المرحلة تعلق كومباني يعني كما نقول الحملة تعلق الجينية للحوامض أنا نخلي منهبه ودبي جيبلي الاستيلات للحوامض أنا نعرف أنا إنسان اللي نعرف ما هم يعني الإجراءات التجارة الدولية ولكن كل الدول دائرة بعض الحواجز اللي تحمل اقتصاد الوطني قارك باغي تجيب تشينة أروح تجيب تشينة ولكن ندلو دي قاردفو ندلو أمورات اللي نخلي دايما الحماية ما نقولوش ما تجيبش بصرحة ندلو أمورات اقتصادية اللي نخلي الأولوية الاقتصاد الوطني للإنتاج الوطني هذا هو اليوم المطلب حنا هذو اللي دي طي يكون يكون النقاش نقش فيهم ولكن أنا نقولها بصفة عامة كي نكون في الحملة تعلق الجينية أي مادة نطلب من الدولة دي للحماية نتعلم منتوج الوطن نعم حتى الوزارة تجارة طلقت نستهلك منتوج جزائر يعني منتوج وطن حملة قوية داروها نعم نولي للسؤال تاك سنعود إلى هذه النقطة لكن فقط لو نقارن الفلاحة قبل 2010 وبعد 2010 يعني بعد قانون امتياز هذا اللي كان شوف الفلاحة في الجزائر مرت بعيدة ما رحل لازم نكونوا منصفين كي ينبعض الإخوة المحللة اللي نظركها لكل أحد فهم وحريف تحليل تح يتكلمون على واقع الفلاحة اليوم ويقارنوا به بدول أوروبية بدول في أمريكا وفي دول متطورة هذا شيء إيجابي لأنه الإخوة هذو خبارة ولا مختصين يجيبون في نماذج مليحة ولكن الشيء اللي نقولوه لبعضنا بعض ونقرروا الحقيقة لبعضنا بعض وهو لازم مننا نجيبوا المصارت على هذا القطاع والمراحلة اللي مر عليها طبعا المراحلة اللي جيناها متسير الاشتراكي بحكم النظام الواحد من بعد كنا صار المفتاح في 87 بحكم القانون 87-19 اللي يفتح المزارع إلى مجموعة فلاحية جامعية وفردية يسموها هذا المعروف ذاك القانون انت عمشي قانون امتياز اللي قابلون اللي قابلوا قانون المنفعة العامة سيريد الرواتج ويسانس حقوق المنفعة 23 سنة احنا نخدمنا من 87 حتى الـ 2010 هذاك القانون اللي وسع في الرقع انتها الفلاحة وسع في الاستثمار يعني زاد حرر شوية مبادرت ولكن مكان غير كافي ضرب 23 سنة ولكن انهار للحقن الـ 2010 وخممت الدولة باش تدير قانون الامتياز انه الخباراء والاخوة لمستوى وزارة الفلاحة والحكومة شافوا باللي 87-19 اصبح غير قابل اصبح حاجز للتنمية ونعطي لك الدلائل مثلا مجموعة فيها خمسة احنا جزائريين ونعرفه بعضنا المرة اللي كنا نخدمه في مزرعة فيها 50 ولمئات عامل وفيها المدير وفيها المسير وفيها الرئيس المزرعة وكذا وكذا حلوها وبدأت على شكل مجموعات مستثمرات فيلاحية يعني فردية وجمعية حبا ديكينا وصلنا الوحدة الوضعية وينولوا اعضاء المجموعة مش متفاهمين في بعضهم القانون اللي اندار ذاك الوقت يعود لـ 87 كان نظام سياسي معين كانت ظروف دولية معينة كان وضع اقتصادي معين القانون كان على ذاك الوقت اليوم ذوك الخمسة هما ربعة يخدموا ممليح واحد يجبد عليهم ما يعودش يخدم ممليحة وبلوكة ماهو قابل للشاركة ماهو قابل حتى الحاج يعني صبحت الأرض نحكي لك قانون 87 الأرض كاينة ولكن المبادرة على الاستثمار توقفت الدولة وزارة الفلاحة خمت باش الدين مبادرة لتحسين القانون يعني الأطر الشريعية في العقارة الفلاحية وروحنا للقانون 2010 اللي راك تتكلم عليه في قانون 10 اللي راك تتكلم عليه في عدة مزايا أولا هذوك الخمسة اللي كنت نحكي لك عليهم في قدر مجموعة اليوم تدوي عقود الامتياز على شكل فردي وهذا كعقد الامتياز يعطيك الحق أنت كمستفيد باش تتنازل على الحقيقة غدوة محب يعني هذه هي الحقيقة ستدير الاقتصاد هذا هو الاقتصاد شيء متحرك ما وش جامد اليوم انت رأي عندك عشر اقتارات ووراك حب تبيعها غدوة لسي شريف تبيعها وتروح تدير مصنع ولا تشري حاجة وحدة أخرى تبدل المهنة الشريف عنده أموال يشريها عليك هذه حركية اقتصادية معمول بها وكل واحد حرف معاملة الاقتصادية بشرط المحافظة على الطابع الفلاحي أن اليوم موش إنسان يشري عليك الأرض انت كمستثمرة ويروح يديرها حاجة واحدة فهذا محكوم عليه منعا بحق بقوة القانون نعم اليوم ما دام احنا يعني غلي التوضيح احنا اليوم ما يهمناش الشريف وإلى هشام اللي شرى الأرض اهمنى كيفية الاستغلال والمحافظة على يعني الخصوصية الفلاحية نعم صح هذا القانون في هذه المزايا قلت لك أولا عقود فردية امتياز نعم عقود امتياز فردية 40 سنة متجديدة ثانيا قابلة للتنازل ثالثا قابلة لخلق شراكة اليوم الناس الي كانت مبلوكية على جالو قانون الامتياز الفلاحي يقدر انسان عنده ثروة مالية وما عنده حتى علاقة بالفلاحة يعقد شراكة مع الفلاح ذاك الي عنده الأرض وعنده الصفورفير عنده الخبرة الميهنية لانه من اليوم باش نكونوا واقعيين ونقولوها لجميع الناس من المستاحلات التجربة اللي كسبوها الفلاحين بالعرق انتحم كاللي عنده عشرين كاللي عنده خمسين سنة في هذه تجربة ميهنية هذه تعوض رؤوس الاموال اللي يجيبها انسان واحد اخر وهنا القانون سهل قال باللي ندمجه ما بين الناس اللي عنده رؤوس الاموال والناس هذو عندهم الثروة عندهم الصفور يعني عندهم التجربة الميهنية في الفلاحة وعندهم العقار هل تمست يعني نتائج واقعية نتائج على الأرضية من خلال قانون الامتياز ها سمح لي نعم نعم دركن نقول لك النتائج من الموسى والرهم كان بكري في إطار المجموعات مجموعة في لاحية رقم خمسة كذا وكذا للمسرعة الفولانية قلت لك ربعة يخدموا الخامس يكون ما يهديه شربي يروحوا للبنك البنك ما يقبل لهمش حتى يحلوا الحساب لأنه البنك بكري بالعقد القديم بالنمط التع سبعة وثمانين تساطاش يشر التعليق النكي لكم خمسة جوفة خمسة معنات هيدخل واحد في الوسط يخسر اليوم الناس راهي بالعقد الامتياز يمشي يفتح بنك يفتح حساب باسمه يمشي دير القرض الرافق باسمه وراحوا حتى القرض التحدي باسم موتهم يعني وما زال بأنه هذا سيد جعلني انتظرتم كثيرا لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال هل أتى هذا اللقاء بالجديد نعم شوف اللقاء أتى الوزير الأول للبارح في عين دفلاء يعني الجديد اللي جابيه أولا كان صارح نعم السيد ما جاء ما غلط الناس موعد الناس يعني جاء أعطى توجيهات جد وصارمة في تجوة التوجه الجديد للحكومة نعم واشي يقول للبارح كنا معه في بيرولد خليفة أكد على عدة محاور للاقتصاد الفلاحي القادم نعم وهو المرضودية في الهكتار اليوم وكشت وكنا في الحوار معه قال اليوم القطار الي يجيب 550 قطار لازم نتحكم للتكنولوجيا والتجربة العالمية ونرح يقول 800 إلا رانا قادرين يعني لازم نستعمل كل وسائل المهانية الي يرى عندنا كاف اللحين العتاد المتطور الأراضي تنخدم كما ينبغي والجامعات والمعاهد يعني كل الطرق اللي تأدينا باش نحقق والمرضود في الهكتار باش نستعم تكون عندنا أراضي حتولوا أراضي قليلة ولكن تكون عندها المرضود أكثر هو عندما يتكلم السيد الوزير الأول على المرضود في الهكتار كان عنده بوعد كبير بعض الإخوة ربما لأنه يحوس الفلاح اللي يجيب 500 قنطار في القطار تالبطاطا ويروحوا للسوق ما يربحش كما اللي يجيب 700 قنطار معنتها اللي يجيب 700 قنطار يبيع بسعر جد ومعقول ولكن يربح يعني هذا هو الناجاعة والمردودية في الهكتار باش تخلي الفلاح يربح مهما كانت وضعيت السوق وفي نفس الوقت في مساحات جدو محدودة ننجمو نلبيو الحاجيات نتاع السوق الداخلية نتاعنا يعني هنا يعطى الناجاعة في المرضودية في الهكتار وفي نفس الوقت أكد أكد اليوم كين وضع رأنا نعيشه اسمح لك لمكو الوضع اللي رأنا نعيشه وشنه هو اليوم اليوم راه نوفور ما عندنا شيء يدعامي له راه أكد الوزير الأول البارح على الاستعانة بالمكنانة بالمكنانة الفلاحية المختصة كي ما نقوله احنا يولو ماشينيزم سبيسياليزي لأنه اليوم الفلاح عندما يلحق يقلع البطاطا مثلا نعطيك مثل اليوم راه يفرح كل المشاقة اللي يخدمها الفلاح من هالي يلحق باش يقلع البطاطا يصعب في العمال ونهار اللي يسيب العمال للفلاح باش يقلع له ذيك البطاطا نتعو ما يحاوش يسيو مش عال لأنه الفلاح صباح اليوم آصير كي ما نقوله احنا صباح أوطاج يعني كي يسيب الخدامة ما عندوش الحق يقوله مش عالا نخلصكم اخدموا لي برك باش يقلع له إذن ما هو الشي اللي راح يسلكنا راه هم جو آلات جدو متطورة باش يتعوذ ذاك النقص انتاع يتلع ولكن هذوك الآلات راه هم غاليين بزاف يعني مثلا آلات اللي تسوى مليار وستمائة مليون السيد الوزير الأول للبارعة واش قال قال نطلب منكم ديرو مجمعات اقتصادية ذلك واحد عندو خمسة قطارات ميشريش آلات مليار وستمائة واحد عندو يدير عشرين قطار بطاطا ميشريش آلات مليار وستمائة ولكن كي يتليموا عشر ولا خمسة عشر ويديرو مجمع فلاحي وبكري كانو يعني كما يقولو كل الطرق تدي إلى روما يعني كل وقت ووقته اليوم بكري كانو يسموهم اللي كوبيرات فاقريكول تعاونيات الفلاحية وما زالوا في بعض المانات من الوطن تعاونيات الفلاحية اليوم يسميها لمجمعات المصطلح الاقتصادي جديد مو جماعات في لاحية تضم عدة فلاحين ويخدموا مع بعض وهذا العتاد اللي يكون غالي بزاف عندما يكونوا خمسة ولا عشرة ولا خمسة عشر فلاح وتكبر المساحة في ميتين ولا ثلاثمائة يعني 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 هذاك هذاك العتاد ينجم يخلص روحه في مدة زمعنية معينة كما يسموها نعم سنتحدث أكثر عن الجديد الذي أتى به الوزير الأول خلال زيارته يوم أمس إلى ولاية عين دفلة خاصة في القطاع الفلاحي ولكن ذلك بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ولنا عودة إليكم